موسيقى 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 خطابا موجيا إلى جميع القادة والزعماء الأفارقة طبعا عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي هي خطوة أساسية وجد مهمة للمغرب إلى البيت الكبير وهي عودة في دل مجموعة من السياقات التي يوجد في الاتحاد الإفريقي مجموعة من تحديات السياسية وتحديات استراتيجية على المغرب أن يساهمه وكذلك في هذا السياق ونظن بأنه نلاحظ بأن المغرب أصلا انتهج سياسة جد قريبة من إفريقيا في الأويناء الأخيرة والتي سوف تمكنه مستقبلا من أن ينعب دور بارز وأساسي في هذه القارة المغرب أتت عن طريق معالجة مجموعة من الملفات المغرب كان عرف أن الانفتاح الانتقل من سياسة الدفاع إلى سياسة الهجوم اللي شر إلى الخطاب الملاكي في مجموعة من المحطات أو آخر خطاب ديره في عاصبة السينيغالية كذلك العب العالمية عدة ملفات من همين في دير الهجرة اللي كان مهم وكان حاضر في هذه القيمة كذلك أن المغرب اليوم كنا نعتبر أن قوة إقليمية اليوم في القارة الإفريقية على مستوى العالم العربي كذلك أن المغرب اليوم يعني لاحظنا أن مجموعة من الاستثمارات والاستثمارات التي هي وازنة على مستوى القارة الإفريقية الجانب الاقتصادي اللي لاحظوا اليوم أن المغرب يأتي في المرتبة الثانية في الاستثمارات لليوم كان لاحظوا أن سيقوم ببناء عاصمة على مستوى جنوب السودان يعني هذا الأمر ليس بهين عندما أعلن الجميع عن تلك العودة الميمونة للمكان الطبيعي للمغرب كعضوين كامل العضوية ضمن دول الاتحال الإفريقي وهذا دليل على نجاح السياسة الدبلوماسية الملكية الذي ما فتئ يدافع عن حقوقه الترابية وعن علاقته الراصخة مع غرب إفريقيا وإذا كان المغفوظ الحسن الثاني قد صرح في خطابه الشهير لمنظمة حدوة الإفريقية بعد مغادرتها سنة 1984 قائلاً إن الطاريخ سينصفنا في يومي من الأيام وسيرجع الأمور إلى نصابها فهنا نحن اليوم فعلاً أنصفنا الطاريخ بالعودة الميمونة للحضن الإفريقي للدفاع عن مكاننا ولشغر كرسينا الذي ظل فارغاً ولكي نتبت للعالم على أننا دولة السن والمسالمة المغرب قام بسياسة صادقة للانضمام إلى الالتحاد الإفريقي فهو عاد بعد أن عزز موقعه الاقتصادي في إفريقيا سواء مع الدول التي كان لها موقف صديق من ناحية الوحدة الترابية أو حتى مع تلك الدول التي كان لها موقف عدائي تجاه وحدته الترابية فهو قام مثلاً بمشاريع واتفاقيات هامة وكبرى كمثلاً المشاريع التي وقعها مع جوبا بالنسبة للنقطة الثانية التي قام بها المغرب هو الجانب الاجتماعي تجاه المهاجرين الأفريقى حيث قام بتسوية وضعيتهم شيء الذي يعطي للمغرب تموقع اقتصادي اجتماعي تجاه الدول الإفريقية ترجمة نانسي قنقر